بسم الله الرحمن الرحيم أنا لبيكم أبناء وبناتين طلبات الصف الأول لإعدادي وحلقة جديدة من مدرسة على الهواء ومدت إللو خدنا سنة أولى إعدادي درس التفاعلات الكيميائية وعرفت يعني إيه تفاعل كيميائي؟ يعني كسر في روابط المواد المتفاعلة لتكوين روابط جديدة في المواد النتجة من التفاعل طيب وعرفت كمان إزاي أكتب المعادلة الكيميائية وعرفت إن شروط المعادلة الكيميائية لازم تكون موزون كمان المعادلة الكيميائية بتغضع لقانون النسب السبتة اللي فيها أو بيقول إن تتكون المركبات الكيميائية بنسب وزنية سبتة يعني لازم عشان أكون مركب كيميائي لازم تكون النسب الوزنية دي سبتة يعني مثلا أنا حركب مركب كيميائي من المية يبقى لازم يبقى فيه زرتين هيدروجين مع زرة أكسوجين يطلع لي الزرتين دول في الآخر يبقى زرتين هيدروجين لما يتحدوا مع زرة أكسوجين يطلعوا جزء المية برضو نحن يطلع فيه جزء المية اتنين هيدروجين ووحدة أكسوجين تمام؟ نيجي بقى النهاردة هنأخد إيه؟ هنأخد أنواع التفاعلات الكيميائية وهنأخد التفاعلات الكيميائية ودورها في الحياة طيب ندخل بقى في الموضوع بتاعنا على طول اللي هو أنواع التفاعلات الكيميائية أنواع التفاعلات الكيميائية كتيرة جدا نسانة أقولها لكن النهاردة هنأخد منها بس التفاعلات لاتحاد المباشر تفاعلات لاتحاد المباشر يعني اتحاد مباشر؟ يعني بنعمل اتحاد بنشوف نتيجته مباشرة إن عنصر يتحد مع عنصر إن عنصر يتحد مع مركب بنشوف النتيجة فورا طيب نشوف بقى مع بعض كده ايه هي انواع التفاولات الكيميائية او ايه هي تفاولات الاتحاد المباشر يبقى عندي التفاعل الكيميائي اللي هي تفاولات الاتحاد المباشر ايه بقت الاتحاد المباشر قال لي ده منه ها تلات اشكال رقم واحد اتحاد عنصر مع عنصر طيب رقم اتنين اتحاد عنصر مع مركب رقم تلاتة اتحاد مركب مع مركب تمام نشوف بقى رقم واحد كده اتحاد عنصر مع عنصر يعني ايه اتحاد عنصر مع عنصر احنا عارفين ان العناصر عندنا ان العناصر هنا بيبقى بتبقى تنقسم الى عندي فيلزات ولا فيلزات طيب الاتحاد هنا هيتم ازاي يبقى اتحاد مباشر عنصر لا فيلزي مع عنصر لا فيلز يبقى عنصر لا فيلز مع عنصر لا فيلز طب دي زي ايه قال لي زي تكوين مثلا او اتحاد عنصري الكربون والاكسوجين يعني مثل اتحاد عنصري الكربون والاكسوجين الكربون بيتحد مع الاكسوجين ده عنصر وده عنصر في الاخر حيطلع ايه حيطلع مركب ثاني اكسيد الكربون يبقى عندي هنا لو شفنا بقى اتفاقنا ان التفاعل الكيميائي هنعبر عنه بالمعدلة الكيميائية المعدلة الكيميائية نوعين معادلة لفظية ومعدلة رمزية طيب نكتب المعدلة اللفظية الاول هيبقى اكسوجين زاد كربون دي المتفاعلات هنعمل السهم طيب السهم هنا بكتب عليه شروط التفاعل هنا حرار علشان يديني ثاني اكسيد الكربون طيب هنلاحظ هنا ان دي المتفاعلات وهنا النواتج وعندي السهم نكتب عليه شروط التفاعل دي كده بسميها معادلة لفظية طب انا عايزة احولها لمعدلة رمزية ادي الكربون ها بلاس الاكسوجين اللي هي اوتو ها سهم عليه حرارة او هيت هيديني ايه ساني اكسيد الكربون ساني اكسيد الكربون ده كده تفاعل عنصرين مع بعض الاكسوجين عنصر لافليز والكربون عنصر لافليز اتحاده مع بعض هيديني مركب جديد اللي هو ساني اكسيد الكربون ساني اكسيد الكربون طيب هنا Walmart المعدلة موزنا ادي زرة كربون واحدة دخلت في المتفعلات زرة واحدة طلعت برضو عندي في النواتج واحدة اتنين اكسوجين طلعوا في النواتج اتنين اكسوجين يبقى ده كده اتحاد عنصر لا فيلز مع عنصر لا فيلز طيب ايه كمان اتحاد مباشر بيتم مما بين عنصرين احدهما فيلز يبقى اتحاد مباشر لعنصر فيلز مع عنصر اخر بس ايه لا فيلز طيب زي مين زي اتحاد الاكسوجين مع الماغنسيا خلاص طبعا في وجود الحرارة علشان حيديني ايه اكسيد الماغنسيوم اكسيد الماغنسيوم تمام يبقى الماغنسيوم مع الاكسوجين حيديني ايه اكسيد الماغنسيوم طبعا احنا هنا المفروض حنكتب الماغنسيوم زائد اكسوجين حيديني اكسيد الماغنسيوم دي المعادلة اللفظية ولازم هنا حرارة طب انا عايزة احاولها بقى لمعادلة رمزية الماغنسيام مجي بلاس الاكسوجين او تو هيديني ايه ام جي او طبعا هنا المعادلة مش موزون ليه لان احنا عندنا هنا او تو فلازم تخرج او تو طب هعملها ازاي بقى ان انا هنا الام جي ها لازم هندربها في اتنين يعني هستعمل اتنين من الام جي طيب هنا طلعت ايه برضو هيطلع اتنين من الام جي او يبقى عندي هنا ده اتحاد مباشر لعنصرين احدهما فلاز اللي هو الماغنسيام والاخر لا فلاز اللي هو الاكسوجين يبقى الاتحاد المباشر هنا يلزموا حرارة ودي شروط التفاعل اللي انا اكتبها في المعادلة بتاعتي يبقى ماغنسيام زائد اكسوجين هيديني اكسيد الماغنسيام اللي هي تو ام جي بلاس او تو هيخرجلي النواتج عندي تو ام جي او يعني اتنين جزء من اكسيد الماغنسيام تمام طيب ده كده ان كان اتحاد العنصر مع عنصر اتحاد مباشر ما بين عنصرين شفنا اتحاد مباشر ما بين عنصرين لا فلز واتحاد مباشر ما بين عنصرين واحد فلز والاخر لا فلز طيب عندي ايه كمان من تفاعلات الاتحاد المباشر اتحاد مباشر ما بين عنصر ومركب طيب اتحاد مباشر ما بين عنصر ومركب طيب زي ايه بقى يبقى اتحاد ده رقم اتنين اتحاد مباشر بين عنصر ها ومركب طيب زي ايه زي اتحاد مباشر ما بين الاكسوجين واول اكسيد الكربون طيب فين بقى العنصر وفين المركب طبعا الاكسوجين هو الايه العنصر الاكسوجين هو العنصر طب اول اكسيد الكربون هو المركب تمام حينتج ايه بقى من الاتحاد ده حينتج غاز ثاني اكسيد الكربون ده اتحاد مباشر ما بين عنصر ومركب يبقى اكسوجين مع اول اكسيد الكربون هيديني ايه ثاني اكسيد الكربون طيب عايزة احاول المعادلة اللفظية لمعادلة رمزية هيبقى سي او ده اللي هو اول اكسيد الكربون بلس او تو هيديني ايه سي او تو طب هنا كده مفيش وزن خالص يبقى لازم احط هنا اتنين من اول اكسيد الكربون علشان يطلع لي اتنين من ثاني اكسيد الكربون تمام يبقى ده كده اتحاد مباشر بين عنصر ومركب فين العنصر اللي هو الاكسوجين مع اول اكسيد الكربون هيديني ثاني اكسيد الكربون طيب رقم ثلاثة اتحاد مباشر ها بين مركب ومركب زي ايه بقى ساناة اولى بصوا معايا بقى هنا كده ده اتحاد مركب مع مركب مثل اتحاد غاز النشادر مع غاز كولوريد الهايدروجين تتكون سحب بيضاء عند فوهة الانبوبة من كولوريد الاموني طيب ايه التفاعل ده بقى التفاعل ده مش هنضع مادتين على بعض لا ده فيه تجربة بسيطة جدا وبتتعامل اكيد كلكو عملتوها في المدرسة والنتيجة بتاعتها بتبقى واضحة مباشرة انا بتبقى واضحة جدا اللي هي ايه نحنا زي ما شايفين في الرسمة عندنا هنحضر انبوبة اختبار وحنضع فيها حمض الهايدروجلوريك المركز يبقى انبوبة اختبار ونضع فيها كمية من حمض الهايدروجلوريك المركز طيب وبعدين نبلل ساق زجاجية بمحلول النشادر يبقى ساق زجاجية يا دوب بس هنبللها بمحلول النشادر وحنضعها عند فوهة الانبوبة زي ما احنا شايفين كده يبقى حنضع الساق الزجاجية المبللة بغاز النشادر على فوهة انبوبة الاختبار ايه اللي هيحصل بقى ان حمض الهايدروجلوريك المركز هيتصعب منه غاز كولوريد الهايدروجين هيتفاعل مع غاز النشادر هيكون عندي صحب بيضاء طب الصحب البيضاء دي هي ايه هي كولوريد الامونيوم هي كولوريد الامونيوم طيب نشوف بقى المعادلة بتاعتها بتتكتب ازاي هتتكتب كده نشادر زائد كولوريد الهايدروجين هيتديني ايه هيتديني كولوريد الامونيوم تمام النشادر عندي هنا النشادر ايه اله 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 هيتش سي ال طيب ايه بقى اللي حينتج حينتج عندي عندي ان اتش فور ها سي ال ان اتش فور سي ال ان اتش فور سي ال هو ده كولوريد الامونيوم كولوريد الامونيوم ده اللي بيزهر عندنا واحنا بنعمل التجربة انه هو ايه صحب بيضاء تتكون صحب بيضاء يجيه هنا سؤال يقول يعلل تتكون صحب بيضاء عند تعرض غاز النشادر الى غاز كولوريد الهايدروجين حلول انه يحدث اتحاد مباشر بين مركبين النشادر و كولوريد الهايدروجين وينتج منه مركب كولوريد الامونيوم كولوريد الامونيوم بيزهر كصحب بيضاء تمام ده كان انواع التفاعلات الكيميائية اللي عندي يبقى احنا قلنا ان التفاعلات الكيميائية انواعها كتيرة لكن احنا هناخد منها ايه هاخدنا منها التفاعلات الاتحاد المباشر اتحاد مباشر يعني بيتم اتحاد مباشرة وبنرى نواتك بتاعته في نفس لحظة التفاعل تفاعل الاتحاد المباشر بيكون عندي منه تلات انواع اتحاد عنصر مع عنصر اتحاد عنصر مع مركب والتحاد مركب مع مركب هناخدهم كده بالترتيب عنصر مع عنصر طيب العناصر عندي إما فيلزات أو لا فيلزات هيبقى فيه تفاعل اتحاد مباشر ما بين عنصرين فيلز ولا فيلز زي التفاعل اللي خدناه من المرأة اللي فاتت اللي هو تفاعل الماغنيسيوم مع غاز الأكسوجين لما أشعلنا شريط الماغنيسيوم في الهواء اللي هنا الحرارة عملت إيه ساعدت على تفكك الروابط ما بين غاز الأكسوجين واتحدها مع زرات الماغنيسيوم خلاص تكون عندي مسحوق أبيض من أكسيد الماغنيسيوم ده كان اتحاد مباشر انت شفته بعينك لما تولع شريط الماغنيسيوم على طول تحول إلى إيه إلى مسحوق أبيض أو بودرة بيضة من أكسيد الماغنيسيوم تمام يجي عندي تفاعل يبقى ده فيلز مع لا فيلز الفلز هو الماغنيسيوم واللا فيلز هو الأكسوجين عندي تفاعل اتحاد مباشر مع الكربون مع الأكسوجين عشان يتكون ثاني أكسيد الكربون انت برضو بتشوفها بنشوفها ازاي لما بنولع الفحم الفحم ده عبر عن كربون طيب لما بتيجي تشعل الفحم بيتصعد غاز الغاز المتصعد ده هو ثاني اكسيد الكربون ده اتحاد مباشر ما بين عنصر فلز لا فلز اللي هو الكربون مع عنصر اخر لا فلز اللي هو الاكسوجين طيب عندي اتحاد مباشر ما بين عنصر الاكسوجين ومركب اول اكسيد الكربون لينتج غاز ثاني اكسيد الكربون عندي كمان اتحاد مباشر ما بين مركب ومركب مركب النشادر ومركب غاز كولوريد الهايدروجين بينتج عنه ايه على طول احنا بنبلل ساق زجاجية بغاز النشادر وبنضعها امام فواهة انبوبة مملوقة بحمد الهايدركلوريك المركز حمد الهايدركلوريك المركز بيتصاعد منه غاز كولوريد الهايدروجين الغازين ده مركب وده مركب عند تفاعلهم معن بينتج عنهم صحب بيضاء بلاقي كده دخان ابيض او بخار ابيض طالع بخار الابيض ده عبارة عن مركب ايه جديد اسمه ايه كولوريد الاموني طيب نيجي بقى نشوف الجزء الاخير اللي فاضل في الدرس بتاعنا اللي هو تفاعلات الكيميائية في حياتنا تفاعلات الكيميائية بقى في حياتنا مفيدة ولا لها اضرار نقدر نستغنى عنها ولا ما نقدرش نستغنى عنها طبعا ايه سنقولة تفاعلات الكيميائية زيها زي اي حاجة موجودة في الحياة لها فوائد ولها اضرار تفاعلات الكيميائية لها فوائد ولها اضرار طيب هنشوف بقى مع بعض كده التفاعلات الكيميائية ايه اهميتها الاول اهميتها انها بتدخل في كثير من الصناعات تمام ومش بس الصناعة احنا ممكن من خلالها نحصل على الطاقة الحرارية والطاقة الكهربية التي تقوم عليها الصناعة يعني هي مش بدخل في التصنيع بس لا احنا بنعتمد على التفاعلات الكيميائية في الحصول على طاقة حرارية وطاقة كهربية علشان تقوم عليها الصناعات دي طيب ايه كي يبقى دي رقم واحد بنحصل من خلال التفاعلات الكيميائية على الطاقة حرارية وطاقة كهربية طيب ايه كمان الحصول على مواد ذات فوائد كثيرة من مواد قليلة الاستخدام طبعا المواد كيميائية استخدامتها قليلة جدا لكن لما بتتفاعل مع بعضها وبيحصل ما بينها تفاعلات كيميائية طبعا بتديني ايه مواد لها فايدة كبيرة جدا طيب ايه بقى بنستخدمها في ايه بتستخدم في تحضير الالاف من المركبات التي تستخدم في العديد من الصناعات طبعا اتفقنا ان في صناعات كتير بتعتمد في الاساس على التفاعلات الكيميائية زي ايه زي صناعة الادوية صناعة الاسمدة صناعة الوقود صناعة البلاستيك صناعة الصناعات الغذائية صناعة بطاريات السيارات كل دي صناعات بيتعتمد في الاساس على التفاعلات الكيميائية طيب كده شفنا الفوايد للتفاعلات الكيميائية ايه الاثار السلبية بقى الاثار السلبية للتفاعلات الكيميائية الاثار السلبية دي بتتمثل في التلوس البيئي الناشئ عن انبعاث بعض الغذات الضر طبعا التفاعلات الكيميائية بينتج عنها غذات في بعض من الغذات دي بتبقى ضرة وبتبقى غذات سمة فالتصاعد الغذات دي في البيئة بينشأ عنه او بتسبب فيه تلوس بيئي تمام ايه كمان بيعتبر من التفاعلات الكيميائية احتراق الوقود احتراق الوقود بيعد من التفاعلات الكيميائية وبينتج عنه غازات ملوثة طيب احتراق الوقود وايه كمان احتراق الالياف الصناعية والالياف السيل الوزية والفح زي الورق والسجاير ده بيعتبر بيسبب تلوث بيصيب الانسان بامراض خطيرة جدا منها سرطان الرئة يبقى دي رقم واحد اللي هي القصار السلبية الناتجة عن التفاعلات الكيميائية طبعا تلوث بيئي نتيجة تصعد الغازات الملوثة والغازات الضرة نتيجة عن التفاعلات الكيميائية طيب دي بقى لو في حالة مصانع فيها تصنيع كيمويات وكلام ده طيب التفاعلات الكيميائية بقى اللي أنا ممكن اشوفها ايه ليه احتراق الوقود الدخان اللي طالع من شاكمانات السيارات او من الوسائل المواصلات اللي ماشية في الشارع بنيتلع دخان الدخان دوان بيلوث البيئة وفيه غازات ضرة جدا طيب ده احتراق الوقود احتراق المواد السيلوليزية واحتراق الفحم طب الفحموا عارفينوا ايه المواد السيلوليزية برضو خدناها قبل كده اللي هي الورق السجائر الاقمشة القمامة كل دي المواد البلاستيك كل دي بقول عليها مواد سيلوليزية بتصعد منها غازات ضرة جدا يمكن ان تؤدي لاصابة الانسان بسرطان الرئة يبقى تلوث البيئة او تلوث الهواء وتصيب الانسان بسرطان الرئة طيب احتراق الوقود بقى انا بشوف دخان طالع الدخان ده عبارة عن ايه ده مجموعة غازات طب ايه الغازات يا سنة اولى اللي بتنتج من احتراق الوقود هو غاز واحد لا ده لان عندي مركبات كتيرة جدا احتراق الوقود بينتج من تصعد اكاسيد الكربون اكاسيد الكابريت واكاسيد النيتروجي يبقى الدخان اللي انا شايفه ده عبارة عن خليط من اكاسيد ضرة جدا للبيئة والصحة الانسان الاكاسيد دي عبارة عن ايه اكاسيد الكربون اكاسيد الكابريت واكاسيد النيتروجي طيب اكاسيد الكربون هنقسمها اتنين في اكسيد اول اكسيد الكربون وعندي ثاني اكسيد الكربون طيب نشوف بقى ضرر كل واحد كده لوحده اول اكسيد الكربون اللي هو كان الرمز بتاعه ايه سي او طيب سي او بقى ايه ايه الاضرار بتاعته بيعد غاز اول اكسيد الكربون من الاكاسيد شديدة الخطورة على صحة الانسان ده بيسمى يعني القتل الصمت اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون بس اول اشد ليه بقى بيؤدي الى خطورة على صحة الانسان بيسبب الصدع الدوار الاغماء والام حدة بالمعدة تمام هو مهم ان احنا نعرف الحاجات دي مهمة جدا سؤال بيجيني كده في الانسان يقول لي اسكر ضرر كل من او اسكر ضررا واحدا لكل من ما يقتل ويقول لي اول اكسيد الكربون يبقى اول اكسيد الكربون هنا ايه الاضرار بتاعته بيسبب الصدع الدوار الاغماء والام حدة بالمعدة طيب ايه هي الصيغة الكيميائية الاول اكسيد الكربون سي او تمام طيب يبقى ده اول نوع من اكسيد الكربون اول اكسيد الكربون تاني نوع بقى في ثاني من اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون زيادته خدنا التلام ده قبل كده زيادة ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي بتؤدي الى رفع درجة حرارة الارض اللي كنا بنسميها ظاهرة لاحتباس الحرار ظاهرة لاحتباس الحرارة إنها بتزيد من درجة حرارة الكرة الأرضية ليه بقى؟ لأن بتنفذ أشعة الشمس الضوئية خلال الغلاف الجوي للأرض أشعة الشمس كلها بتيجي من الشمس بتنزل للأرض بتسقط على الأرض تمام بتمتص الأرض هذه الأشعة وتعيد إشعاعها في صورة أشعة حرارية إحنا خدنا الظاهرة دي بالتفصيل أو إن شاء الله في سنة ستة تكلمنا عنها في سنة ستة وحناخدها بالتفصيل السنة جاية إن شاء الله وإنتوا في تاني عدد دي طيب يبقى ظاهرة الاحتباس الحرارية عبارة عن إن أشعة الشمس بترسل أشعاتها للأرض بما فيها الحرارة بيمتص الأرض الأشعة دي بالحرارة بتاعتها وبتعيد إرسالها تاني في صورة أشعة حرارية نتيجة بقى زيادة ساني أكسيد الكربون في الجو بيعتبر كعازل أو بيمنع رجوعها تاني للفضاء لا بيحبسها في الأرض عشان كده بنسميها احتباس حراري بيحبس الحرارة في الأرض فبيعمل إيه لما الحرارة تتحبس في الأرض؟ بيزيد من درجة حرارة الجو بيرفع درجة حرارة الجو ودي بنسميها ظاهرة الاحتباس الحراري يبقى هنا زيادة ساني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو بيعمل الأرض دي كأنها صوبة زرعية إيه فكرتها؟ احتباس الحرارة أو احتباس الأشعة الحرارية داخل الأرض وعدم رجوعها تاني للغلاف الجو طيب يبقى احنا شفنا دلوقتي أضرار أكسيد الكربون أكسيد الكربون نعين أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون بيسبب إيه؟ الصداع، الضوار، الإغماء وألام حدة في المعدة طيب ثاني أكسيد الكربون بيعمل على احتباس حراري ظاهرة لاحتباس الحراري يعني إيه ظاهرة لاحتباس الحراري؟ يعني ارتفاع درجة حرارة الجو خلاص نشوف ما عندي أكسيد تانية بتخرج من احتراق الوقود أكسيد الكابريت أكسيد الكابريت برضو نوعين ثاني أكسيد الكابريت وسالس أكسيد الكابريت ثاني أكسيد الكابريت SO2 ثالس أكسيد الكابريت SO3 تمام يبقى دي أكسيد الكابريت ما صنفهاش هو الأضرار مع بعض أضرارها إيه؟ تسبب تهيج الجهاز التنفسي وتآكل المنشأت خلاص أكسيد الكابريت بنسميها بالأكسيد الحمضية سنة 6 لأنها عندما تزوب في الماء بتنتج أحماض أو بتسبب تنتج أحماض تمام بينتج عنها إيه؟ أضرارها بقى تهيج الجهاز التنفسي وتآكل المنشأت تهيج الجهاز التنفسي وتآكل المنشأت تمام؟ طيب نشوف بقى إيه كمان بينتج من احتراق الوقود أكسيد النيتروجين أكسيد النيتروجين بتنتج من احتراق الوقود وعادة أثناء حدوث البرق أكسيد النيتروجين بتنتج من احتراق الوقود وكمان بتنتج أثناء حدوث البرق طيب إيه أضرارها بقى؟ برضو غازات حامضية إن أكسيد النيتروجين دي اللي هي النو أو الأكسيد النيتروجين ونو تو اللي هي ثاني أكسيد النيتروجين برضو أكسيد حمضية عندما تزوب في ماء المطر بتسقط على الأرض في صورة أمطار حامضية طيب بتسبب إيه؟ بتسبب تهيج الجهاز العصبي والتهاب العين يبقى اللي بقى ما نلغبطش ما بين أكسيد الكابريت وأكسيد النيتروجين أكسيد الكابريت بتسبب تهيج في الجهاز التنفسي أما أكسيد النيتروجين فبتسبب تهيج الجهاز العصبي والتهاب العين تمام؟ دي كانت أضرار التفاعلات الكيميائية خلاص؟ وكده يبقى خلصنا سنة أولى إعدادي الدرس الثالث والوحدة الأولى بتاعتنا ووقتنا كمان خلص لحد ما نشوفكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته